اخيرا منظومة المقاسة المصرفية تعود الى العمل مجددا بين المنطقتين الغربية والشرقية بدءا من الاسبوع القادم بعد اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق الكبير مصادر مقربة من الرئاسي اكدت للأحرار اتفاق الطرفين على تحويل قرابة عشرة مليارات دينار الى حسابات المصارف التجارية التي تقع مجالس ادارتها في شرق البلاد اضافة الى اتفاقهما على ضرورة عقد اجتماع مجلس ادارة المصرف خلال اسبوع لتقليل سعر صرف الدنار امام الدولار الى اقل من اربعة دنانير المصادر اكدت ايضا اتفاق المنفي والكبير على ضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالاصلاحات في القطاع المصرفي والسياسة المالية مشيرا الى ان تقرير المراجعة الدولية الذي سلم في يوليو الماضي طالب بذلك في اخر اجتماع وان لا سيدخل المعرقلون في قائمة العقوبات الدولية المحلل الاقتصادي مختار جديد اكد للأحرار ان فتح المقاسة خطوة جاءت في صياقها الطبيعي بعد التآم مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وانتهاء عمليات المراجعة الدولية في كل من طرابلس والبيضة مشيرا الى ان هذه الخطوة ستسهم في تدفق الاموال بين كافة المصارف وسيكون لها اثر ايجابي على السيولة النقضية قائلا ان فتح المقاسة سيؤدي الى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بحسب وصفه مراقبون للوضع الاقتصادي اوضحوا ان المشكلة الرئيسية في المقاسة تكمن في ضعف رصيد البنوك التجارية لدى البنك المركزي وارتفاع ارصيدتها لدى فرعه في بنغازي واكدين انه اذا تمت عملية نقل ارصيدة هذه البنوك للمركز بطرابلس وهي ارصيدة مواطنين وبعض الشركات الحكومية فان ذلك سيسهم في ارتفاع ارصيدة المصارف وتعزيز قدرتها على قبول كافة السكوك ترجمة نانسي قنقر